السلام للبنات كديرين لبس عليكم امركم هانية كل شي بخير واشركم ببركة نتمنى فيديو ديال يلقاكم بخير على خير ان شاء الله اليوم ان شاء الله غدين نفطره على الوالدة انا واخوتاتي غدين نوجد معكم فطور من الوال حتى الاخر غدين نوجد معكم بزاف ديال الوصفات ونشاركو معكم فطورنا اللي الصراحة كيكون ماشي المهم هو الفطور مهم هو ديال المزوينة اللي كتكون العائلة مجموعة كتكون يفرحانة وسط عائلتك وخوتاتك وخوتك ومامتك واخا يكون غير فطور عادي غير الخبز الماء كتكون فرحانة فرحانة الله يدومها نعمة يرضو حفظها من الزوال والله يخلينا ديال مجموعين وديال مفرحانة غدا نخليكم مع الفيديو ونخليكم مع الوصفات اللي بجدنا ومع المقادر والطريقة ديال التحذير نبدو على بركة الله بالحيرة هي اللولا عندي زلافة ديال الحمص نس زلافة ديال لادس بصلام شلدة شوية ديال الرباع والقوز برومع معلقة ديال السمن عندي الملح التحميرة البزار سكينجبير والخرقوم عندي شوية ديال الزيت قل من ربع كاس تقريبا شي جمعه رقو لثلاثة وعندي ماطيشة ماطيشة مرهات طيبة ومطحونة ومدارينها في الفريقو نبدو على بركة الله كدنا اخذ الكوكوت كندير فيها الحمص والعدس البصلة اه الرباع اللي عدنا قصبر ومعد نوس الكرافس والسمن كندير العطرياتها هي كنزيد الزيت وواحد نصف كاس ديال الماء كنزيد الزيت ومدارين كنخلطوا هاد العناسير كاملة ونضعهم فوق البوطة باش يتشحروا مزيد كنزيد الماء كنزيد لهم الماء تقريبا نزيد 4 طرد الماء كنزيد الماء نضيف حمص الويدس نضيف حمص الويدس حتى لا تزيد حمص الويدس سوف نضيف الماء نضيف حريرها نضيف حريرها سوف نقوم بعمارة وعجينة سوف نبدأ بالعمارة الأولى سوف نحتاج الزيتون وزفر مع النوس مقطعات الطريفات وغراءات محقوكين فلفلة حمراء أو خضراء مقطعات مرباعات سيدر لاداند مقطعات مرباعات سيدر لدجاج أو الكفتا سيدر لاداند أو الكفتا من الاعجابات سوف نتحرك من العطرية خرقوم قليلاً شخص حمارة قليلاً سكن جبير ولملحة وحمراء الطريفة حمراء الروز تجعلها المطيب وصفيتها وصفيتها في الهاشوار كجي رقيقة وزوينة احسن مكسبة يتقطعها بالمقص انا عجبتني هالطريقة دي الهاشوار اه كناخد المقلة كندير فيها الزيت كندير فيها البصلة الفلافل كندير فيها خيزو والقرعة كنخلطهم مزيان وكنخليهم يتشحروا هالطريقة زوينة بالنسبة للدراري لما يأكلو الخضراء هالطريقة هزوينة اي خضراء يمكنك تحقيها وديرها لهم فضل عمارة دي اللي شوصون او منيباكات هاتشي راهي كي يعجبهم بعدما كي يطايحوا شوية كنزيد الادانت وكنزيد العطرية وازبر ومعد النوس الزيتون وشعرية كنخلطهم كاملين تكي تشربوا قاعد تشرب قاعد عناصر بيناتها سوف تقللهم واحد شوية كنزيد العطرية جبن مزاريلا كيمكنك دير مزاريلا او تديري الفورمارج حمر او اللي تستغني اليهم الحساب الرغبة كيبقى خسياري ندوزو ديبا باش نبجد العجينة كنحتاجو جزلافة ديل فورس الزلافة ديل القمح فيه مع القصغير ديل الخميره الملح حسب الطوخ ومع القصغيرة ديل السانيذة وبيضاء نخلطهم الفورس والقمح والخمير والملح والسانيذة يندمجو مع بعدياتهم وكنزيدو البيضاء وكنزيدو العجين بالماء هنا البنات اللي كان عندكم البن زيد واحد لكاز ديل البن نضيف العجينة وعرها جدا وخفيفة نضيفها العجينة وخفيفة نضيفها جيدا نضيفها عادية نضيفها عرصها نضيفها مع عزيز الزيت او مع القضية الزبدة حسب اليوم صفر عندك ندخلها في العجينة باش تجير طبق سوف نغطيها ونجعلها ترتاح بخمسة دقيقة باش نطايعها في الخدمة من بعد ما ترخف لنا العجينة وكتب رد الحشوة نقسم العجينة على جوش كورات قد نضع المدلك قد نضع مدلك قد نضعها في البورس ونوضع العجينة نقوم بشكل طبق سوف نستمر نقوم بها كيف تكون طائعة و سهلة في الخدمة سوف نتسرح بكل سهولة نحوول نرقها لم نجعلها غليظة اضعها في الحجم اضع عجينة اضع اطار دائري اضع زلافة اضع زلافة اضع زلافة اضع قوة اضع القارة م Jahresor اضع نضع زلافة اضع نستعمله كنحط الحشوة وسط الدوائر اللي عندنا دي اللي جينا كنحوول وما نقاوش بزاف كنديرو جيج معلق صغار باش متخورش اللي هنا الحشوة من اللي تكون الطيب صفي وكنجمعوها على جوز وكنبراك على هادوك الجناب بالفورشات بهاتشكل اولا باش تلصق العجين على بادياتها ومتتحلش وكنت طينا هادوك شكل زوين في الصراحة شرا كيبغي العوين الى كانت كمية كبيرة انا رمعونا انا وختي ومرات خويا باش يلا حجينا في الوقت كنحط الحشوة الوص كنتنوها لجوج بهاتشكل طريقة سهلة وكنبركو على جناب سبعنا وكنتبتوهم بالفورشات بهاتشكل كنتو نكملو حتى نجمعو العجينة كاملة كنتو ندهنوها بصفارة البيض اللي خلطنا مع شوية الحليب وشوية الخل باش من نسبقا شفيز فورا وكنفرش عليهم شوية الجنجلين وكندخلوهم الفرران كنبقو مستمرين بهاتطريقة من اللي كنكملو النص دي العجينة كنديروها اللي شوصون كندوزهم من ستاني وكنعمروه مني باقيت نفس الشكل سوما كنديروهم كنديروهم في اللاطا كنديرو اللي في اللاحات الفوق كندهنوه بصفارة البيض وكرشوه بشوية الجنجلين وكندخلوه الفرران اه واحد الملاحظة البناس اللي عمل لي كتكونوا في العجينة بالفورشيط اللي شدات ليكم في العجينة كيمكنك تدري الفورشيطة في الفورس او المايزينة اللي بغيتي وكتبركي العجينة بهاتشكل ما كتشدش ليكم الفورشيط في العجينة انا بالنسبة الميني باقيت كنجمعوها عادي وبالنسبة الميني باقيت هنا كيف ما كتشوفوا راخشي كتش وجد فيه كنديرو الحشوة هو الوسط عادي وكنجمعو العجينة وكنقلبوه السهل كيجي تشكيل ديالو الصراحة هو اسهل من اللي شوصون كيف ما كتشوفوا ما هي كتجمعها من الفوق لا تشكل صافيئة وكنقلبها من بعد كدير فيها فليحات من الفوق في الموس وكدهنها بصفارة البيض وكدرش عليها شوية جنجلين وكدخلها بالنسبة لهذه العجينة اللي بنت رأي يمكنك تدري بها حتى البيضا يمكنك تدري شوية ديال الزعتر من اللي تكوني كتعجني فيها رأي هكا تجيز وينو في البيضا حتى هي انا رأي هكا تجيز وينو في الموسيقى كنرجعوا منيات الحريرة بعد ما كتب لنا الحمص والادس كنزيدو ما طيشة من اللي كتغلاء الكوكوت كنزيدو لها الشعرية وكنحركو كنناخدو شوية ديال الفورس كنخلطو بالماء كنخلو العجينة شوية خفيفة بحل العجينة ديال البغرير وكندورو بيها الحريرة ما خصناش نغفل عليها البنات خصنا مقاوم نحركو فيها إلا غفلنا عليها اراه العجينة وشعرية غدين لسقو هنا في القاعدة ديال الكوكوت ومجيش الحريرة زوينة كنكبو العجينة بشوية بشوية وكنقاوم السمرين في التحرك كنزيدو واحد شوية ديال القصبرو مع ديال نوسو الكراطس هادو البنات كي عطوها واحد لدة هادو زوينة زوينة بزاف هذا هو السر لدة ديال الحريرة هنا صافر البنات الحريرة ديال ناراها وجدات كنطفو عليها ونخليوها كندوزو الخبز عجينة ساهلة معنى ما كتحتاجي لديك لوالو كيجي الخبز من فش فش ما كتش بايش منو عندنا جو زلافة ديال الفورس وزلافة ديال القمح ديال ديال الضار مع القديل الخميرة وشوية الملح وشوية ثانية كنجمعوهم بالماذا في غير كنجمعو الأجينة راها ما كندل كوهاش كيف ما كتشوفوا في الفيديو اختي اللي كاتعجين راها غير جمعتها وصافي وكتخليها مرخوفة هنا بعد ما جمعتها كيف كتشوفوا مرخوفة غادي نغطوها ونخليوها ترتاح واحد خمسة دقيق من بعد شوفوا كيفاش كيتضاعف الحجم ديالها كنزيدوا شوية ديال الجنجلان ونعفع وزرعت الكتتان كدير واحد شوية ديال الزيت نصافي وكترجع دلكها واحد ججدلكات كدير واحد رشيشة ديال الماء سوفي كدلكها غير ججدلكات باش هذوك الزارع اللي عدنا يندمجوه مع العجينة كتغطيها وكتخليها ترتاح تخمر المرة الثانية هنا بعد ما كدر ساح العجينة كنعود نخويها من ذاك لهو اللي فيها ممكن ناخد شوية القمح الفينو او القمح ديال البطار لحسب الرغبة باش هو بغيت يتقرصيها نديرها مقوية لاتصغار انا غد ندير غير خبيزات الصغار وغادي نقرصها غنخليها تخمر تقريبا وحد مص ساعة اللي كتتاخد هاد الطريقة هذي اللي كنديرو بانها كتخمر جوز مرات المرة الثالثة هاداغي كتخمر لينو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تشتركوا في القناة تشتركوا في القناة اليوم تهما يناول الاعجاب ديالكم. شوفوا معي هاد مني باكت كيفش كي يجو خفاف. هادا اللي كيش بجج. ميني بيزا. كي يجو خفاف. وشاش. وليش وصم. نفس العجينة ديال والعمارة ديال مني باكت. الحريراء البيض العصير. التمر. وقاتي منعنع. والخبز ديال الضارة. شوفوا معي كيفش كي يجي. خفيف. شوفوا كيفش كي يجي من الداخل. خفيف وشيش. آآ شكرا لنا البنات شكرا على المتابعة ديالكم. وشكرا على التجاه ديالكم لي ها. ولبنات جداد مرحبا بكم. دار داركم. ما تنسونيش من لايك واشتراك والبرتاج. نطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة.